يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة برشلونة الإسبانية للمشاركة في المنتدى الوزري الثامن لاتحاد من أجل المتوسط الذي ينعاقد يوم الاثنين المقبل لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة كما يتوجه شكري يوم سلساء القادم إلى نيويورك للمشاركة مع باقي أعضاء اللجنة الوزرية في جلسة الإحاطة التي يعقدها مجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط لاستعراض الموقف العربي والإسلامي الداعي إلى وقف الحرب في القطاع اللجنة طبعا قامت بأول جولتها زارت خلالها الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا في كل العواصم ركزت على مقررات القمة العربية الإسلامية ضرورة وقف إطلاق النار التعامل مع القضية الإنسانية ورفض أي شكل من أشكال التهجير هناك قدر كبير من التفاهم في العواصم التي تم زيارتها لضرورة العمل وتكسيف العمل لاحتواء هذه الأزمة سواء من ناحية العسكرية أو من ناحية الإنسانية وأيضا التركيز على حل الدولتين كان وسيلة وحيدة للخروج من الوضع القائم من فكرة الاحتلال ستظل اللجنة تقوم بدورها سوف تنتقل الآن إلى برشلونة لمخاطبة الشركاء في الاتحاد من أجل المتوسط ثم إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع الدوري للمجلس الأمن حول قضية الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر